السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد عصام من قناة عصاميات اخبركم انا عاملين ايه كلوا تمام ان شاء الله يكون كلوا تمام بصوا بقى اول حاجة عايز اقولها وهي الحمد لله والشكر لله اخيرا بعد عناق طويل وصلنا مش عشرة الفولور على الفيس لأ وصلنا عشرين الفولور على الفيسبوك اخيرا شكرا شكرا اخر فيديو نزلته على الفيسبوك ضرب ضربة يعني ما شاء الله الفيديو تقريبا داخل على 2 مليون شاهدة فالحمد لله والشكر لله طبعا شكرا لكم جدا على الدعم الرهيب اللي انت طبعا بتقدموه على طول على طول يعني وشكرا لكم جدا وبما ان الفيديو دوت ضرب وداخل على 2 مليون يعني الفيديو وصل لفئات يعني كتيرة جدا لدرجة ان فيناس كتيرة جدا بدأت تنتقل المحتوى وكنت حاسم الكلام ان هم اول مرة يشوفوا محتوى اكل يعني بصراحة استغربت جدا يعني فبصراحة يعني رجعوني بالزمن اللي ورا لما كساعدكم انت بدأ على اليوتيوب يعني حاسنا لسه مبدأ من جديد وفعلا على فيس بوك تقريبا مبدأ من جديد وطبعا لازم برضو نتعلم الانتقاط بالناس كتيرة جدا انتقاطتني يعني كزا حاجة كده فتعلمت مين يعني شكرا لكم المهم يعني لو انتم مشوفتش الفيديو دوت ابروح شوفو كده على فيس بوك كناك يعني فيديو حلو المهم ندخل بقى في موضوع حلقة النهاردة وحلقة النهاردة حنرجع تاني للطبخ طبعا انا عارف ان انتم بحبوا كل فيديوهات الطبخ وطبعا بما انكم بتحبوا فيديوهات الطبخ فقلت بقى ايه ادور على حاجة انتم بتحبوها وهي الفراخ البنية او الفراخ المقلية مين فينا ما بيحبش فراخ المقلية؟ كلام الحباء طبعا طبعا طريقة الفراخ المقلية تعتبر طريقة سهلة جدا يعني شوية دقيقة على شوية بيض على شوية بقسمات واقلية معلم وكله بالهانة وشفة فيكن بقى المرة دي انا قلت يعني ابتكر كده واغير شوية من وصفة الفراخ البنية طبعا كنا عارفين ان مكون الاساسي بتاع الفراخ البنية هو البقسمات فانا قررت اشيل مكون ده خالص وابدله بحاجات تانية اعتقد انها هتضيف للفراخ البنية وهتكون احسن يعني ده وجهة نظري مش عارف صح والله المهم زي ما انتشوفين كده قدامي انا معايا برينجلز ومعايا شيتوس ومعايا دوريتوس ايوه زي ما انتفهمت بالزبط هنبدل مرة البقسمات بالبرينجلز ومرة هنبدله بالشيتوس ومرة هنبدله بالدوريتوس فهنجرب تابع انتهيات دول وهنشوف مين احسن ولكن طبعا قبل ما يبدأ عندنا سبونسر للنهاردة اتفضل فيديو النهاردة برعاية موقع لاكي ايجيب دوت كوم موقع لاكي يعتبر اعلى موقع بيديك كاشباك في مصر بيوصل لعشرين في المية على كل المواقع اللي انت بتحبه زي كده سوق وجمية وامريكان ايجيل وامازون وغيرهم وغيرهم وكمان دولوقتي فيه مسابقة لما تشتري من خلال موقع لاكي ايجيب دوت كوم ممكن تكسب بلايستيشن 5 وهيتم الاعلان عن الفائز اخر الشهر على الانستجرام بتاعهم ومش بس كده موقع لاكي ايجيب دوت كوم بيديك 50 جنيه دي التسجيل تقدر تستفيد بيها عند اول عملية شراء اونلاين وموقع لاكي طريقة استخدامه سهلة جدا بكل بساطة بتدخل موقع لاكي وبتختار الموقع اللي انت عايز تشتري منه هتروح تشتري بالطريقة اللي انت متعود عليها بعد بقى ما تشتري هتلاقي موقع لاكي بينزلك الكاشباك في حسابك في خلال 17 يوم وده يعتبر اسرع موقع في مصر بيرجعلك الكاشباك وبرده ممكن تستفاد بعروض الكاشباك اونلاين من خلال موقع لاكي او من خلال الابليكيشن لاكي يعني ده موجود وده موجود اختري لناسبك هسيبنوكم بقى لينك موقع لاكي تحت في ديسكريبشن وطبعا حابب اشكر موقع لاكي لرعاية هذا الفيديو نرجع لموضعنا طيب تعال بقى نحضر العدة هاي رأيكم شغل بروفيشنال وهنعمل حاجة ان شاء الله يعني مية مية طبعا زي ما انتوا شايفين الفراخ البنية ما فيش بعد كده شغل عالي يعني شوية حركات كده وديكور وشغل محترفين هكذا نلبس الجوانتيات طبعا الفراخ البنية انا جاي بحوالي نص كيلو من عند الجزار الجزار ايه؟ قصدي يعني عند الفراخ اللي هو الفراجي طبعا قبل ما اصور فراخ البنية طبعا قصلت الفراخ البنية وحطيت عليها لامون وشوية خل كده عشان ايه ان يضيع الزفارة بعد كده خدت الفراخ البنية نقعتها في شوية مية بصل مع برضو شوية لامون مع شوية خل بحيس اللامون والخل يساعدوا في تفتيت الفراخ البنية ويكون سهل التسوير وفي نفس الوقت كمان مية البصل يديها يعني شوية نجهة تدبيلة يعني وطبعا ملح وفلفل طبعا بعد ما حطيت الخل والبصل واللمون سبتهم شوية في التلاجة بعد كده صفيتهم من الخل والبصل واللمون وحصل اللي انت شايفينه ده طبعا معانا دقيق ومعانا بيد ومالح وفلفل عشان برضو ايه التبهير وهنبدأ باول حاجة معانا وهي الدوريتوس تعال اول بس نزبط القاعدة كده ونروأ الدنيا تعال كده نجيبه لها عشان نحط فيها البيد نكسر البيد كده اللي بعده اللي اشترا وقت لحظة صفتي اوكي تعال با نحط عليه شوية لبن عشان يساعده في التقليب وكده بس انا نستيبه اللبن لحظة احضر نجيبه اللبن نحط حبه صفيتهم كده حبه يعني صفية فين ندخل بقى على التقليب البيد بالصفار بالبيض بكله باللبن طبعا دير السيلة احب يوجيهها لسي بي سي سوفرة يعني لو انتو مزنقين بشيف وعايدين حد يصور برنامج ولا حاجة يعني انا موجود القوان بقى متمازج ومية مية تعال كنا نحط بقى شوية ملح على البيض عشان ايه للتدبيلة شوية فلفل كده ونرجع نقلل تاني نيجي بقى لبعد كده لمرحلة تفتيت الدوريتوس بحيث يكون ايه قريب للبقسمات نبدأ بقى ايه نفتتها كده طبعا عايز اعطى حاجة انا جاي بالدوريتوس والبرينجز والشيتوس كلهم بنفس الطعم تعم الجبنة بحيث يكون المقارنة متقربة ببعد شوية تعال كده بقى نشوف الناتج بتاع الدوريتوس شايفين كده منظر ده كده يدي للفراخ البنية شوية كريزبي كده طيب تعال بقى ايه نسخن كده البطاجاز بتاعنا ونجيب الطاصة ونروح بقى نجيب الزيت وطبعا عايز اقول حاجة تانية برضو مهمة ان الزيت هيختلف من واحدة للتانية نحط بقى حبو مرتربين كده نحس كفية عشان الحاجة ما تبهدلناش وعقبال بقى زي ما يسخن هنبدأ تحضير الفراخ اول حاجة هنجيب الفراخ ونحطها على الدقيق نتقبل كده كويس فراخ المحترمة بعد كده نحطها في البد وبعد البيت بقى نحطها في الدوريتوس ويراب يمسك في الدوريتوس نبطط كده كويس بحس يمسك فيها شكلها تنجح ولا ايه شايفيني الحركات نستنى بقى ايه لما الزيت يسخن طيب كده الزيت بدأ يسخن تعال بقى ننزل الفراخ ده كده شكل الفراخ وهو بيتقلة بصراحة حاسس ان احنا هننجح ويتلع حاجة كويس انا مجهز كل حاجة وحط المنديل وجاهز عايزين بس نقلب كده شغل عالي في معيني الصوت الفرخة شكلها ستاوت بس برضو ايه نسيبها دقتين كده ولا حاجة راحت الدوريتوس ظهرة في المكان اعتقد ان كده كفية ننزلها بقى كده نسيبها ترتاح يعني دقتين كده ولا حاجة طبعا ده كده شكلها حاجة يعني محترمة الصراحة وشكلها جامد يعني بصراحة مبسوط نفسي ناخد بقى حيطة صغيرة كده دقها والان حان وقت التزوق بسم الله بصراحة مقرمشة ومقرمشة قوي كمانان ده بصراحة طبعا حيط بقوي تنفع جدا وضعم الدوريتوس فيها باين ولكن بس عندي تعقيب صغير ان بس الفرخة ذات نفسها بقى عدبة شوية ممكن نحل المشكلة دي باننا نحط شوية فلحة زيادة على البيض وبرده حاس هنا ان الدوريتوس مدي قرمشة بالزيادة اكثر من البقسمات العادي فالدوريتوس هنا يتفوق على البقسمات بحاجتين القرمشة اكثر طعم الجبنة موجود يعني في الفراخ فبصراحة ممتازة كده ولكن طبعا مش هنقيم احنا الاول هنجرب بقى الشيتوس وهنجرب البرينجلز ونشوف بقى احسن واحدة فيهم في الاخر ايه ندخل بقى عالفراخ المقلية بالشيتوس نهم بس الحاجة الاول طيب بعد بقى ما اوضفنا وزبطنا الدنيا ندخل على الشيتوس نجيب البيض ونفتح كده الشيتوس ناخد واحدة ناس كتير بتقول لي ليه ما تستخدمش كبة بدل واجع الدماغ اللي انت عامله ده الكبة هتخلي حية مفرومة يعني مش هتدي كريزبي لكن ده هتفرم بس متوسط مش فرمل هو فرمل فهمين تعال كنا نجيب طبق ونشوف بقى الناتج اللي احنا عملناه والله كويس تعال بقى ايه نحط زيت مش عارف لي عندي احساس ان اللي هيكسب هو الشيتوس اول حاجة هنعملها اننا هناخد الفراخ البنية ونحطها في الديق بعد كده بعد الديق نحطها في البيض خلاك هتعم في البيض وبعد كده المرحلة النهائية يا رب يمسك بس نضغط جامد كده عشان ايه الشيتوس يمسك في الفراخ لو اتفك باشنك يوحش قوي شكل الشيتوس حاجة يعني محترمة ننزلها في الزيت بقى بسم الله الزيت ما زخنش قوي طبعا ده كده منظر الشيتوس عن قريب هو بيتقلى متفائل بقى حاس ان دي هتكسب الدوريتوس عندي احساس كده ده كده شكل الدوريتوس بعد ما استوى او نقلبه كده كم تقليبة قبل ما نطلعه هنأقطع حاجة عجبالي ان هو ماسك يعني ماسك نفسه كده ما بيتلعش من الفراخ يا رب بس يفضل كده عطول حاجة بقى نطلع الشيتوس ونشوف النتيجة حاسه شرب كمية زيت كتيرة جدا ما عافش ده ده كده شكله عن قريب شكل الشيتوس حاسه ماسك نفسه وحاسه هنا ان طعم الجبنة هيكون اوضح بكتير يعني عندي احساس تعالي باندي بس كده كده نقطع حتة حتة صغيرة تعالي باندلق بسم الله هنا الشيتوس فيه عيب حاسه كده بيسحى بزيت كتير يعني كمية الزيت اللي موجوده في الفراخ كتيرة جدا وكتعة الشيتوس ذات نفسها حتسحى كده ملينة زيت ونشربة زيت كتيرة جدا وطعمها رايح يعني الطعم قبل ما تحطه في الزيت كان واضح بعد ما تحطوه في الزيت حاسه الطعم الكل دخل في الزيت فالطعم ضيع خالص يعني ممكن نديه كمان فرصة كمان ونسيبه اهده شوية كده والمنديل يشرب الزيت ناخده كل حتة كمان بسم الله هنا بقى لما شرس برد شوية كده واخد نفسه كده حاسد الزيت قلي شوية ولكن مش قوي بس برضه في زيت كتير نفس الكلام طعم يشيزه طيب ايبان سنة يعني بدأ مع تركيز كده ايبان شوية بالنسبة لغاية دلوقتي ايه الافضل الشيتوس ولا الدوريتوس يعني الدوريتوس تفوق سنة برضه تعال بقى نبخل على اخر حاجة معانا وهي البرينجلز عشان نحسم هذه المواجهة واحد اتنين طبعا برينجلز بتعم الجبنة لشكله برينجلز بالجبنة هنفتحها بقى كده بمناسبة البرينجلز صحيح ان شاء الله الحلقة الجاية هتكون تجربة كل اطعمة البرينجلز ااخد كده لفها حوالين سواء ماركسات لغاية ملاقي كل اطعمها ونجربها ان شاء الله في الفيديو الجاي بس ايه تعال كان دوده اول شو ده خلينا نحكو معي في الفيديو الجاي نجيب كيسة كده صراحة كمية قليلة مقابل سعره السعره بمسبة 15 جنيه اوكي بسم الله الله يبدأ وربنا اسطر طبعا نتأسف للجرين اللي فينا اعتقد ان كده مية مية ده كده شكل البرينجلز بعد الفرم شغل فاخر من الاخر نجهز بقى كده ايه البيت والدقيق والفراخ كده احنا ناسين ايه اه الجوانتي اوكي نجيب الفراخ البنية ده كده شكل البرينجلز بصراحة حاسسها مكلفة اوي يعني انا مفضع البتين بثلاثين جنيه فلا يعني خليك بقصمات عادي يعني ومن ينزل كده في الزيت ده كده منظر عن قريب منظر الفراخ بالبرينجلز وبصراحة التكلفة عالية اوي يعني فرختين بنيه بثلاثين جنيه غير بقى اللي فاخذت نفسها بقى يعني السعر محتورة بالصراحة فوت ديكسة بيعني شو سعره عالي طيب ده كده منظر بعد ما استوت بصراحة منظر يفتح النفس وحلال فيها ثلاثين جنيه اللي يدفع فيها يعني حلال فيها ان شاء الله تعال بقى نطلع كده بصافي من الزيت اكتر واحدة ماسك فيها البرينجلز يعني الشيتوس والدويتوس كان بيقع برضه من الفرخ دي بقى ماسكتها جامد اهم حاجة برضه ان صافي كويس عشان الزيت ميتغيش في الطعم طيب ده كده منظر النهائي بتاع البرينجلز بصراحة منظر طحفة منون ذهبي شغل عالي صراحة بسم الله وندوق بسم الله هنا بالنسبة للقرمشة متوسطة نفس الوقت برضه في الطعم بالنسبة للطعم تاع الجبنة الطعم موجود بس برضه على خفيف نحس كده ان الطعم يروح في الزيت هي بس كده عايز ادهدها شوية عشان برضه ايه ناكلها لما تبرد شوية كده والمنديل يسحب بذي شوية ممكن كده الطعم يعني بين اكتر تعال بقى كده نحط الثلاثة جنب بعض وندوق ونشوف مين احسن ولكن بقى مش هندوق لوحدها لأ احنا هنعمل صندويتشات طيب زي ما انشلين دوقتي كده التلاتة قدام بعض عندنا الفراخ البنية بالدوريتوس والفراخ البنية بالشيتوس والفراخ البنية بالبرينجلز ده كده شكلهم عن قريب وعايزكم كده في الكومنتات انتو تقولولي مين احسن فيهم من نحية الشكل انا بالنسبة لي حاسس ان الدوريتوس شكلها يعني تحس كده شكل مختلف كده عن التانين دول انا حاسس دي يعني لونها حلو بس تقليدية دي بردو حاسس الكريزبي فيها عالي وكن دي شكلها مختلف كده تعال بقى نعمل منهم صندويتشات ونروع نفسنا كده ونشوف من احسن في الطعم النهائي بقى هنجيب عيش ونعمل بقى صندويتشات بقى وحركات متحمس جدا بقى شوفهم بصندويتش عبقى ما عمليه ازاي وهدوا كده وزيد بقى قال فيهم فايه طعم بقى هيكون مختلف عن اول ما يتطلع من ازاي طبعا عمليه عيش عادي جدا عيش كايزر بتاع البورجر شغال يعني مش وحش طبعا جايبين بقى صندويتش وشوية كاتشب ومايونيز طلع كده نفتح كده العيش ونحط اول حاجة للفرخة بعد كده نحط طمط موية بعد كده نحط بعد كده نحط شوية ايه شوية كاتشب ندلع السندويتش شوية مايونيز بعد كده نغطي اول سندويتش معانا ولا اجدحة نجيب السندويتش تاني نحط اششيتوس نحط طمط مية كاتشب مايونيز السندويتش التاني نخش بقى على اخر سندويتش معانا السندويتش الاخير ده هو بقى بالدرويتوس انا غير دوقتي بتحيز للدرويتوس مش عارف ليه نحط طمط مية ونحط كابوتشاية كاتشب كده في كل حتة دخلنا بقى بعد فيديو ده نلاقي مثلا مطعم كينتاكي قال للك بقى هنعمل شراكة مع الشيتوس ولا درويتوس یه هنعمل سندويتش جديدة ويخد فكريتي زي ما حصل مع أبيل زيبا كده اه لا براح لتكم براح لتكم خد فكريتي بس ايه كله بكلوسه كده عملنا ثلاث سندويتشات محترمين نبدأ بقى للك ايه نبدأ بقى سندويتش هنبدأ بسندويتش البرنجلز اللي هو اغلى Sandويتش فيه منصرفين عال كتيز صراحة بسم الله ممممممم كده الفراغ اوه ما بمردت القلمش زادت اخوة ثاني اخوة صراحة صدوتش من الاخر ممتاز جدا وطعمه حلوة جدا ولكن تعمل هو الجن مش فاضح قوي الصراحة عايز حد يركز فيها ندخل على دوريتوس هنا دوريتوس ارمشته قدي ده مرتين مثلا يعني ارمشة قوية ولكن قوية تتعب وانت بتاكل وهنا برضو من ناحية الطعم هنا الطعم اقوى وبين الصراحة يعني طعم الناتشوز بتاعت الدوريتوس واضحة جدا ندخل بقى على الشيتوس وده بقى اللي هيحدد مين هو الاول ومين هو التاني ومين هو التالت اقول بسم الله وندوق بسم الله الشيتوس هنا بقى ايه بعد مسابة فترة كده القرمشة زادت بقى قوية زاد الدوريتوس يعني نفس القوية التي قرمشة وكمية زادت فيه روحت شوية والطعم موجود بس برضو كطعم طعم الدوريتوس هيظل اقوى من الشيتوس بفرق يعني بسيط مش قوي طيب انا كده اخدت القرار بالنسبالي المركز الاول واحسن واحد فيهم هيكون الدوريتوس اما بقى المركز التاني وهو الشيتوس والمركز التالت هيكون البرينجلز والبرينجلز سعره غالي جدا طيب دي كانت مقارنة النهاردة مقارنة الفراخ المقلية الشيتوس ضد الدوريتوس ضد البرينجلز ويب صراحة استمتعت بها وعايزكم بقى تجربولي الحاجات دي في البيت وتقولولي بل يوجد نظاركم من احسن هل احسن البقسمات بتاع البيت العالي خلص ولا احسن البريتوس ولا الشيتوس ولا البرينجلز جرب كده وقولي تحت في الكومنتات وطبعا بقى احب افكارك من اتباعني على الانستجرام والفيسبوك وطبعا سبسكرايب اليوتيوب وطبعا يعني عايزين بقى نركز في الانستجرام خلاص يعني احنا كده ايه خدنا كفاياتنا من الفيسبوك وصلنا دوقتي حوالي 20 الف فولور وفيديو بصراحة عام شغل عالي وان شاء الله نستمر على هلسة التقدم والملايين يعني ان شاء الله نركز بقى في الانستجرام بقى سلام